نبقى دايما في شرق الوطن تدخل عوان الحماية المدنية ببلدية تمالوس في ولاية تسكيك دا اليوم لانتشال جثة طفل يبلغ من العمر 14 سنة من داخل بركة ماء الطفل المدعو لحرش زين الدين كان بالقرب من مشروع مركز الردم تقني بمعاية اصدقائه قبل ان يسقط وهو واثنين منهم في حفرة من حفر المركز التي امتلأت بالماء جراء تساقط الامطار وفيما استطاع واحد منهم الخروج بمفرده والثاني بمساعدة بعض المواطنين الذين كانوا بالقرب من المكان غرق الضحية قبل انتشاله من قبل مصالح الحماية المدنية جثة هامدة